السلام عليكم يا كرام كيف الحال والاحوال في البداية صديقي لأول مرة حضرات تشوفني فانا اسمي عبدالراوف عماد ودي قناتك عبدالراوف تسعة وتمانين على اليوتيوب. فمن فضل حضرتك لايك وشير ودعمنا بالانساب للقناة ومن خلال مزيد التشكرات. سؤال جي من احد الاحباب بيقول لو سمحتم وباشو مهندسين انا عايز اعرف يعني اي نظام ثلاثي متين وعشرين فولت. النسبة لنظام الثلاثي متين وعشرين فولت يا يا جماعة. يعني وكا اني بقول نظام ثلاثة تلاثمين وتمانين فولت ولكن نظام الثلاثي المتين وعشرين فولت كون متين وعشرين فولت بين الفازة والفازة ومية وعشرة فولت بين الفازة والمحايد. بالنسبة لنظام الثلاثي تلاثمين فولت بيكون بين الفازة والفازة تلاثمين وتمانين فولت بين الفازة والنيوترال بيكون متين وعشرين فولت. نظام متين وعشرين فولت الثلاثي بيستخدم في بعض الدول اي سي. وهو يعمل بنظام بثلاث مراحل ثلاثة. واستخدم فيها العديد من التطبيقات الصناعية والتجارية والسكنية. في نظام الطاقة الكهربائية الثلاثي بيتم توصيل احمال بين ثلاث موصلات رئيسية تسمى المراحل. وبتعمل بالتناوب لتوفير الطاقة الكهربائية الاحمال. وبيتم تشغيل النظام ده عن طريق مصدر الطاقة اللي بولد الجهد الكهربائي الثلاثي. تعمل بتردد خمسين هيرتز او ستين هيرتز. وبيتم توصيل هذا النظام بشبكة توزيع الكهرباء في المنطقة المحلية. بيتم استخدام نظام الطاقة الكهربائية في الثلاثي ده في العديد من التطبيقات. ما في ذلك تشغيل محركات الكهربائية الكبيرة وتشغيل انظمة التكييف والتدفئة المركزية وتشغيل انظمة الكهربائية في المبادل الكبيرة والمجمعات الصناعية. واجب الانتباه لان جهد الطاقة الكهربائية الثلاثي بيختلف عن جهد الطاقة الكهربائية الاحادي. حيث يتم استخدام جهد مئتين وعشين فولت في النظام الطاقة الكهربائية الثلاثة. بينما يتم استخدام جهد مية وعشرة فولت في النظام الاحادي. كما يمكن استخدام انظمة اخرى بجهود مختلفة وترددات مختلفة تبعا للاستخدام المطلوب والمعايير المحلية والدولية المطبك. لحد هنا ارجونا انفت حديثك معلومة حديثك استفدت لايك وشير وكلم حد عندنا. ممكن تدعمنا من خلال انتساب للقناة او من خلال ميزا تشكروا. كما معكم قناة عبد الروف اعماد من قناة عبد الروف تسعة ثمين على اليوتيوب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.